ازايكم يا شباب اخباركم ايه يا رب تكون كلكم كويسين وبخير دعمان يا رب من المواضيع اللي بتسبب بعد الحيرة او اللي اخبطها لناس كتير موضوع الاختلاف ما بين مدخل كابل ال اي ار سي والي اي ار سي اللي بيكون موجودين في ظهر شاشة التلفزيون او المسرح المنزلي او فاي هم المدخلين دول وايه وزفتهم والليه لازم نستخدمهم فهقولك على كل ده دلوقتي بس يا ريت كالعادة ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتاج القناة ما تفتكش اي فيديوهات جديدة ويا ريت ما تنساش دعم القناة عن طريق خاصية او شكرا من الزرار بتاع شكرا اللي هتلاقي موجود تحت الفيديو. مدخل اللي بيكون موجود في ظهر شاشة التلفزيون او وبيكون مكتوب عليه بالانجليزي التلات حروف بتوع ده اختصار لكلمة او بالعربي قناة ارجاع الصوت. اما مدخل اللي بيكون مكتوب عليه بالانجليزي فده اختصار لكلمة او بالعربي قناة ارجاع الصوت المحسنة. فتسهيلا للنطقة او اختصارا للموضوع بنقول عليه او اي ارك. وسوى ازا كان مدخل عندك في شاشة التلفزيون او اي ارك فانت في كل الاحوال مش تحتاج للمدخلين دول الا زى كنت هتوصل او مسرح منزلي على شاشة التلفزيون لكن لو انت زي اغلب الناس اللي بتسمع الصوت من شاشة التلفزيون على طول فانت مش هتحتاج للمدخلين دول في اي حاجة. وهبتدي الاول اتكلم عن مدخل الاهميته بترجع لانه بيعتبر احسن طريقة تنقل بها الصوت بافضل جودة ممكنة من شاشة التلفزيون او المسرح المنزلي الاكتر من سبب. لان الموضوع ده ليه تاريخ طويل بيبتدي من سنة الفين وتسعة مع بداية زهور مدخل لان قبل سنة الفين وتسعة ما كانش المدخل ده لسه موجود. وغالبا لو انت شاشة التلفزيون بتاعتك كان الانتاج بتاعها قديم من قبل سنة الفين وتسعة فمش هتلاقي فيها مدخل اتش ديم اي بس. بالمناسبة فالمدخل والكابل بتاع كان اول زهور ليهم سنة الفين واتنين. وكان وظيفتهم في الوقت ده ان هما ينقلوا الصوت والصورة او الصوت والصورة الرقميين ما بين نقطتين في اتجاه واحد بس. يعني كان الكابل ده في الوقت ده بيبقى عامل زي الطريق او زي الشارع اللي بيكون اتجاه واحد. فبينقل الصوت والصورة من زي مسلا ان يكون عندك او عندك او عندك الجيمين كونسول. فالوظيفة بتاعة الكابل ده ان هو كان بينقل الصوت والصورة من الجيمين كونسول او من دوت لحد شاشة التلفزيون. يعني ما بين نقطة اي وبي في اتجاه واحد بس. ولكن الطريقة دي كان لها اكتر من عيب اتكلمت عنها بشكل مفصل اكتر في فيديو الفرق ما بين استخدام مدخل الصوت او مدخل في توصيل اجهزة المسرح المنزلي فهسيب لك الرابط بتاع الفيديو ده في اول تعليق وفي علامة وكان من ضمن العيوب بتاعة الطريقة دي مسلا قبل ما يزهر مدخل ان انت لو عندك اكتر من جهاز عايز توصلهم على زي مسلا ان عندك وعندك وعايز تسمع الصوت بتاعهم على الصوت بتاع سماعات المسرح المنزلي فكنت بتوصل الجهازين دول على عن طريق كابل تاني من لشاشة التلفزيون عشان ينقل لك الصورة بتاعة الجهازين دول على شاشة التلفزيون لكن الفكرة هنا انك انت لو كان عندك مسلا شاشة التلفزيون دي سمارت وعليها مسلا ابل كيشنز زي نتليكس ويوتيوب وامازون والكلام ده او مسلا بتوصل على شاشة التلفزيون وبتشغل عليها افلام فكنت عشان تاخد الصوت بقى مرة تانية من شاشة التلفزيون كنت بتحتاج توصل الشاشة بالاديو فيديو ريسيفر عن طريق كابل الصوت لكن بعد زور المدخل بتاع بقى عندك امكانية انك تنقل الصوت والصورة في نفس الوقت من شاشة التلفزيون عن طريق نفس الكابل بتاع لان زي ما قلت لك في الاول ان قبل ما يزهر المدخل بتاع كان كابل بين الصوت والصورة في اتجاه واحد بس زي ما يكون ده شارع اتجاه واحد لكن بعد زور مدخل تقدر تقول ان هم عملوا يعني زي حرة صغيرة كده بتعدي العجل في اتجاه معاكس او تقدر ان هي تعدي الاشارات بتاعة الصوت في اتجاه معاكس فبالطريقة دي بقى عندك امكانية انك تستخدم كابل واحد بس اللي هو موصل بشاشة التلفزيون وفي نفس الوقت تسمع بقى كل اللي انت عايزه من شاشة التلفزيون من المختلفة زي وامزون واليوتيوب والكلام ده بدون ما تحتاج انك توصل كابل او بدون ما تحتاج انك توصل كابل زياد فهي دي الميزة الاسية من استخدام مدخل وطبعا الموضوع ده مش محتاج كابل مخصص لكده لا هو اي كابل موجود عندك هيشتغل المهم بس ان يكون التلفزيون نفسه هو اللي بيضعم خاصية فزي ما قلت لك ان لازم يكون التلفزيون بتاعك الانتاج بتاعه بعد سنة الفين وتسعة لان قبل سنة الفين وتسعة ما كانش ده موجود والميزة التانية من استخدام مدخل اللي هو بيفتح لك بتاع او خاصية اللي هي اختصارا لكلمة او التحكم الالكتروني للمستهلك وخاصية دي وظيفتها في النهاية بتساعدك في انك تتحكم في اكتر من جهاز في نفس الوقت عن طريق بتاع شاشة التلفزيون معنا ان كنت لو دلوقتي موصل على شاشة التلفزيون فبدل ما كل مرة تفتح فيها شاشة التلفزيون تروح تفتح بالريموت كنترول بتاع الساون بار فعن طريق خاصية دي تقدر انك تفتح الجهازين بنفس الريموت كنترول بتاع شاشة التلفزيون او مسلا لو انت عايز تعلي وتوتي الصوت فبدل ما تروح تجيب بتاع الساون بار تعلي وتوتي به فتقدر انك تعلي وتوتي الساون بار عن طريق الريموت كنترول برضو بتاع شاشة التلفزيون نفس الحكاية مسلا لو موصل او موصل جهاز زي في كل الاجهزة دي تقدر تتحكم فيها عن طريق خاصية من نفس على شاشة التلفزيون ولكن نخد بالك هنا من نقطة مهمة وان خاصية مش دايما بتشتغل صح مع كل الاجهزة وده بسبب ان يعني الانواع بتاعت الاجهزة كتير وممكن انت تكون موصل مسلا شاشة تلفزيون مع من ماركة تانية فما يكونش فيه توافق كبير ما بين الماركتين فاحيانا مش بتشتغل صح او مش دايما ده بيكون شغال مزبوط كمان ساعات بيبقى فيه بعض بتحصل يعني مسلا ممكن تكون موصل مسلا او او مسلا موصل مع وتيجي مسلا تفتح شاشة التلفزيون فتلاقي الجهازين فتحه مع بعض او تلاقي جهاز فتح بدل الجهاز فبتبقى فيه بعض الاجهزة فيها جوة في بتاعت المينيو بتاعتها انك تتحكم بقى في الحاجات اللي شبه كده فهي خاصية موجودة والخاصية حلوة ولكن يعني ممكن متكونش بتشتغل احسن حاجة مع كل الاجهزة ولكن هي خاصية تستحق التجريب ولكن خد بالك كمان من نقطة مهمة وهي ان مش كل ششات التلفزيون بتلاقي فيها مدخل ده شغال بشكل تلقائي وبتحتاج انك تدخل على الاعدادات بتاعت الصوت تزبط ده من جوة يعني مسلا في ششات زي ششات سامسونج هتلاقي نفسك محتاج انك تدخل على الاعدادات المتقدمة بتاعت الصوت وتفتح الخيار بتاع او تفتح ده من جوة واحيانا برضو بعض الاجهزة بيكون ده مقفول وعلشان يتفتح لازم اصلا تدخل تفتح الخاصية بتاعت لان خاصية بيكون لها كزا مسمة على حسب او حسب النوع بتاع الشاشة التلفزيون عندك يعني اتلاقي مسلا سامسونج بتسمي الخاصية دي وبنقصين كده هتلاقي مسلا الشاشات بتسمي ده هتلاقي شاشات سوني بتسمي ده فكل شاشة ولياها المسمة بتاعها ولكن في الاخر انت بتدخل على الاعدادات بتلاقي الخاصية بتاعت بتاعتحها او تقفلها وتخليها اوتوماتيك. او مسلا لو ما ده بتدخل على بقى الاعداد بتاعت الاجهزة الخارجية هتلاقي مسلا الخاصية بتاعت بتعمل لها او فانا بس بقول لك الكلام ده عشان لو انت اول مرة تستخدم دي او اول مرة تشغلها ولقيت الاجهزة بتاعتك مش شغالها فيبقى لازم تدخل على الاعداد بتاعت الشاشة تفتح دي من جوه. طيب حلو جدا دلوقتي انت كده عرفت ايه هو مدخل ولكن ايه الفرق بقى ما بينه ما بين مدخل او عرض النطاق او الكمية بتاعت البيانات والمعلومات اللي بيقدر ان كل مدخل من المداخل دي بعضها فالفكرة في مدخل الهو او قناة ارجاع صوت اللي محسنة ان هي عندها قدرة اعلى عن ان هي تقدر تنقل كمية اكبر من البيانات وبالتالي عندها قدرة اعلى على ان هي تنقل جودة صوت اعلى من جودة صوت بتاعت مدخل فلو فاكر انا قلت لك من شوية ان مدخل بيكون عامل زي الطريق الاتجاه واحد وبيكون في حرة صغيرة عشان العجل يرجع منها. فمدخل بيكون زي الطريق اللي بيكون اتجاهين واسعين زي بعض. او معنى تاني تده تقول ان مدخل بين الملفات الصوت المضغوطة اللي هي اللي بتكون جودة صوتها اقل من ملفات الصوت الغير مضغوطة. زي مسلا ملفات الصوت بتاعت او 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 ولكن لو انت عايز بقى تسمع الصوت او اللي هم الملفات الغير مضغوطة اللي بجودة الصوت الكاملة او فمش تقدر تسمعه غير عن طريق مدخل لانه بيكون او عرض النطاق بتاعه اوسع فبيقدر ينقل كمية اكبر من البيانات اكتر من اللي بينقلها مدخل فعلشان لخص لك وبسط لك الموضوع دلوقتي لو انت شاري التلفزيون بتاعك قريب يعني مش شاريه من زمان اوي بالخص از كان مسلا سامسونج او الجي او سوني فلو انت شاري الشات دي من سنة الفين واحد وعشرين والفين اتنين وعشرين فالشات دي اغلبها بينزل بمدخل او اللي هو في الحالة دي انت مش يبقى عندك مشكلة مع اي صوت انت عايز تسمعه على الخاص ازا كان في مدخل في الحالة دي اي صوت دول باطموس يبقى شغال عندك او اي صوت دي تي اس اكس يبقى شغال عندك مفيش مشكلة ولكن الفكرة هنا في الشرط التلفزيون اللي بتكون قديمة شوية اللي بتكون فيها مدخل مش اي ارك والموضوع هنا هيرجع بقى انت شاري الشاشة امتى بالزبط لان مدخل زي ما قلت لك من شوية انه هو ظهر سنة الفين وتسعة فالشاشات اللي هي من سنة الفين وتسعة لحد سنة مسلا الفين وستاشر او الفين وسبعتاشر هتلاقي مدخل بتاعها بيضعم الصوت بس اللي هو بيكون بس ولكن لو انت التلفزيون بتاعك كان الانتاج بتاعه حديث شوية بداتها من سنة الفين وتمنتاشر او اعلى فغالبا هتكون الشاشة بتاعتك مدخل فيها بيضعم الصوت برضو ولكن زي ما قلت دلوقتي هتبقى بتدعم الصوت من خلال ملصات اللي هي زي او او غيرها من الملصات اللي بتدعم الصوت عن طريق الملف المضغوط اللي هو اللي بيكون جودة صوته على الرغم ان هي بتكون حلوة جدا وامتزا جدا فهي في الاخر برضو بتكونش بالجودة الكاملة بتاعة الملف الغير مضغوط بتاعة فمرة تانية عشان ما تتلخبطش عشان هيها الحتة دي بتلخبط شوية لازم تبقى عارف ان انت لو شاشة التلفزيون اللي عندك انتاجها من سنة الفين وتمنتاشر او اعلى يبقى مدخل اللي في الشاشة عندك تقدر تستغله في انك تسمع الصوت عن طريق انك توصله بساون بر بردو بيدعم الصوت يكون في مدخل وبالطريقة دي هتبقى بتسمع الصوت ولكن المضغوط اللي هو مش بالجودة الكاملة اللي هو اه يعتبر صوت يعني هيبقى صوته حلوة جدا وامتاز جدا ولكن في النهاية مش دي بتكون الجودة كاملة او مش بكامل النقاء بتاع الصوت زي ما بيكون في الملف اللي هو بتاعة اللي هو بتقدر تنقله عن طريق مدخل وفيه كمال نقطة مهمة وهي ان مدخل دوت هيبقى بينقل لك الصوت اللي هو المضغوط زي ما قلت دلوقتي او الصوت لكن مش هينقل لك صوت لان الصوت تحديدا لازم يكون فيه مدخل وما فيش فيه زي تقدر تنقله في ملف مضغوط فالصوت تقدر تنقله في ملف مضغوط عن طريق مدخل من منصات زي او فيديو او يعني غيرها من المنصات. فكل المنصات دي بتدعم الصوت عن طريق ملف الصوت اللي هو اللي هو بيعتبر ملف او ملف مضغوط مش بجودة الصوت الكاملة. لكن لو انت عايز تسمع الصوت بجودة الصوت الكاملة بتاعته عن طريق مسلا بلوراي بلاير او عن طريق مسلا اي حاجة تانية انت موصل على الشاشة لازم يكون في الشاشة مدخل ونفس الموضوع بالنسبة لازم يكون فيه مدخل طيب حلو جدا دلوقتي انت مسلا عندك شاشة التلفزيون فيها مدخل والساون بار نفسه في مدخل مش ففي الحالة دي هيشتغل برضو لكن هيشتغل بالامكانيات تاعت ونفس الفكرة لو شاشة التلفزيون نفسها فيها مدخل اللي فيه ففي الحالة دي اللي هيشتغل اللي هي الامكانيات بتاعت بس مش لكن في الاخر الصوت هيشتغل بس زي ما قلت لك هيبقى بالامكانيات بتاعت وفي بعض الاحيان ممكن للصوت ما يشتغلش خالص ودي هتبقى حسب بقى التوافق ما بين الاجهزة وبعدها وهتبقى مشكلة تانية بس سوى في الغالب يعني المفروض ان هو يشتغل فدي يعني كل الاختلافات المهمة بين مدخل واتمنى ان الفيديو يكون قفادك فعلا ودلوقتي تتفرج على فيديو تاني من الفيديوات اللي هتزهر قدامك وقرت في النهاية ما تنساش وشفه 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 وشفهernهاويه كان glac навطبيعي، اش يارك؟ ثلاث شكرا